على قصة الانفجار سوف نتحدث عن بعض الأشياء لكن كان هناك أسورة طلعت في بعض الانفجار تفجير نهار تفجير نهار تفجير أربع قاب تفجير لأنه صار التفجير ليس أنه حبازر بأدد كمان ربما لا لكن صار التفجير وأنا ومديا أساس كمان بنا نترك بيروت نتلع الجبل نعم العالم عم تتحدث عنه أنه فيه fall out فيه أمونيوم نيتريد بالهوى ويلا حملوا غراء تكونوا فلوا بعدين فيه حذا أنه لا ما تكون مستعدين أنتوا تفلوا تتركوا العاصمة لأنه ما فيه نوكليور fallout ومنها المشكلة الكبيرة مو سبب لي بركك نعم بيطلعوا على الفيد تبعك على فيسبوك لأنه أنت من قلت أنه ما كان فيه هذا الخوف بعد تفجير بيروت صار فيه تلوث بالهوى شو صار بالزبط هنه الأمونيوم نيتريد ما بيفقعوا لحالهم الطريقة اللي يفقعوا فيها صار فيه detonation هاي الديتونيشن يمكن أجد من الفرقاع يمكن أجد من شي تاني بعد ما منعرف لأنه كله مخبه الوقت اللي صار الانفجار بيّن أنه هيدا الجاز اللي كان هيك لونه بريك لونه أحمر هيدا أن أوتو وبنفس الوقت اللي بيطلع فيه بارتكلز منسميهم جزائية بيمشوا بالهوى هلأ الحلو أنه صاروا بالبحر وديقا يعني تبعصروا بكتير طريقة سريعة هيدا اللي رحمنا شوي بذلك عندك كان يعني كانت البنايات عم بتهبط والغبرة فاطة بكل الدنيا والأزاز امتل الدنيا يعني اللي كنا عم نتنشأ ومش بس الأمونيوم نيتريت اللي احترق كنا عم نتنشأ أزاز كنا عم نتنشأ بطون وكنا عم نتنشأ يمكن ما كنا عارفين أنه أسبستوس يكون فيهن البنايات القديمة ببيروت كان فيه كتير question marks بس اللي اللي نقال إنه في نووي وفي acid rain وهيك هو ليه كانوا واضحين إنه منهم موجودين اللي صار إنه قلتلون للعالم طلعوا طلعوا نهار ورجعوا لأنه الهواء الاسنين إحنا قبل مش اسنين شفنا من الأعمار الاسطناعي قبلوا بعد وشفنا أنه الانوتو got dissipated يعني لأنه أنت كمان خبيرة هوا you're an expert in air that's a very interesting title قد ما تكون expert بدك machines يعني بالنتيجة لا يقروا شوام نشوف اكيد اكيد من بعد التفجير بيروت من وقت أكيد كنا أصلا ضايحين ما حدك عن نفكر ما كنا عم نعرف كيف أنا نفكر يعني رايحين من ميلة لمايلة مش عارفين إذا متل ما قلت إنه رح نتنفس نايتروت أو لا بعد كم يوم صار في الحريقة بالمرفع سبتمبر 10 سبتمبر 10 آه بعد بعد شهر حسنا مثل بعد كم يوم لأنه وقف الوقت وقف الوقت ومش عارفين أي نهار كنا وأنا كنت بمعنى مخير وبعرف أنه طرينا نسكر كل شي كنا على البيس كامب عم نساعد الناس بعدنا فهربنا ونهارتها لنفرج قد نحنا مش عارفين بأي بأي بلد عيشين وأي بيئة عيشين كنو الناس يدقوا لي وقلوا لي تبرجعي عا بيتك وسكرش ببيك لأنه ما فيك تعرفي شو رح شو رح نتنفس وفي ناس يقولوا لنا لا ما سكروش ببيك لأنه بارك يفقع يصير في انفجار تاني بمعرفق بيروت وأحسن الأزاز يكون مفتوح لما ينفجر انفصام يعني انفصام كامل وما كنا وهلد الدخنة كانت بتفزع كتير أنه كانت سودا ونهارتها كنا هم بيحرقوا أفيدنس مام هيدا الكارسة نهارتها كامل الناس يعني كانوا بمناطق ما مخايلوا ميزوا الكارانتينة وهيك ما كان فيهم ما كان عنده أزاز يعني بس هيدا هيدا الخوف أنا في عندي مش تلميزة هنا تشتغل معي صار الأزاز عا تخته يعني كانت قتلت قالتلي حسات أنه فيهم يفوتوا عا نص بيتي عا تخته اللي هو أأمن مطرح لقلي ويقتلونا صار يعني قالتلي ما عم بقدر بقيت شي ستة شهر ما عم بتقدر تطلع منها هيدا الشغلة قد ما كانت صعبة أنه تفوت على تخته لترتاح ما تقدر ترتاح وهي لما صار الانفجار كانت وقفي بالكوريدور وبأيام خبه هيك وعم ينزل لأزاز عليه وتقله باب باب رد علي رد علي وهم كان عم برد تصوري لحد وين كان الرعب وبيطلع دخني سودان سبتمبر ما عارفين شو عم بيحترق لأنه طلع بعدين من ورا الانفجار طلع تقرير أنه كان فيه كتير مكبوبين بالأرض ومنهم محطوطين بطريقة مضبطة يعني لا فيه الإهمال اللي كنت عم بيحكي عنه هيدا كتير كتير مهمة يعني أنا من بعد الانفجار بقيتو سيماسترز ما أقدر أعلم عادي أعلم كيف ممكن نعمل توضيب يعني what are the safety regulations اللي لازم ننتبهلون حتى لو كنا بالبيت من جرة غاز من من سياني من كل شي يعني بقيت two semesters ما أقدر فوت على الصف اللي هو كان online وقعتي class as usual كنت دايما دايما عم نحكي عن الانفجار وعم نحكي عن السيفتي وعم نحكي عن النيجليجنز حتى هلا طلبوا مني بايوباك ايوباك هي أهم منظمة عالمية للكميستري والكميكل سيفتي أنه أحكي بالأول طلبوا مني 15 منت لما عرفوا عن شو بدي أحكي قالوا لي لا 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 بدنا 30 منت بدنا سرد معك سردي عنا بدي ما معقول لأن أدي في سيفتي فايوليشن عنا بلبنين وأكبر دليل هو الانفجار اللي قتل بيروت بس تنام الكونتيفكيشن بعد في رواسب أو توكسنز عم نتنشأون من بعد التفجير الأربعاب ولا قطعوا لأنه قلت أنه نسحبوا من البحر أغلبيتهم أو لا اللي صار صار فيه بانيك لأنه السايلوز اللي موجودين معمرين قديما وصار يقولوا في أسباستوس كتير بكل الهونجريت اللي معمر على البور لأنه هايدي معمر قديم وصار يقولوا كمان أنه الجميزي فيها أسباستوس لأنه البنايات قديمة صار فيه بانيك صار اللي عملناه نحنا صارنا ناخد سامبلز من الربل مشينا بكل الجميزي وأخدنا رابل سامبلز بيّن أنه ما في أسباستوس بريت البور بس اللي سمعتوا أنا ما فحصتون بس اللي سمعتوا من زملائي أنه لقيوا كتير أسباستوس بقلب البور وهيدي it's a different story so لا ما في شي بالهوا بس اللي بيخوف هن الكون الكون والدموليشن هلأ ما بيخوفوا لأنه من الأسباستوس لأنه كنا كتير خايفين منه بس أكدنا أنه ما فيه اللي بيخوف أنه في كتير دست اللي بده يصير يعني it's so funny هلأ نحن موسيقى